الأسبوع الماضي يعني يوم الحد اللي فات كان فيه محاكمة جريمة من الجرائم البشعة جدا والتي ازدادت في المجتمع في الآوينة الأخيرة فكتشهدت محكمة جنايات المنصورة يوم الأحد الماضي ويوم الأسنين الماضي ثلاث أو أربع جنايات قتل وقعوا جميعا في محافظة الدقالية في مركز الستموني أبشعهم الجريمة التي حتى في إجراءات المحاكمة كان فيها المتهم يصل إلى درجة من الفجر والبرود اللامعقول الجريمة المعروفة بقتل الطالب إهاب أشرف عبد العزيز إهاب أشرف عبد العزيز طالب في سنة أولى سنوي بياخد درس فيزياء عند مدرس اسمه محمد عبد البديع هذا المدرس الذي لم يتخرج بعد فهو لازال في الصف الرابع في كلية التربية جامعة المنصورة قسم فيزياء ومتزوج وعنده ولي عهد وكان يصل دخله الشهري إلى ما يصل من 20 ألف جنيه شهريا من الدروس الخصوصية اللي بيعطيها للطلبة وزاع صيته وكبر وأصبح له وضع اجتماعي معروف في جميع القرى اللي في مركز الساتمون إلا أن هذا الرجل وكما اعترف أمام محكمة جنيات المنصورة أنه كان زو سمعة طيبة وزو خلق حسن ولكنه كان بعيدا عن رب العالمين فكان لا يصلي ولا يؤدي زكاه ولا له دعوة بالفروض المفروض عليه في العبادات اللي فرضها المولى عز وجل على خلقه فتملكه الشيطان وبدأ بالدخول على الإنترنت ليلعب ألعاب القمار ولعب القمار هذا يبتدي بالإغراء فيبتدي يكسب ألف جنيه يكسب بعدها خمس تلاف جنيه يكسب بعد عشر تلاف جنيه بعدين يبتدي يخسر بها لعشرين ألف جنيه في الخمسين ألف جنيه في المت ألف جنيه فالداين هذا المجرم أنا مش هقول عليه المدرس فالداين هذا المجرم بمبلغ وصل إلى تلتمية وخمسين ألف جنيه من إيه؟ دين في لعب الأمار دين في البعد عن ربنا عز وجل وصل به الأمر إلى أنه استدان هذه المبالغ من بعض الناس ومن بعض أهليته هذا الدين لما بدأ يطالب به فبدأ يبحث عن أنه يصل إلى تحصيل المال اللي عايز يدي به دين لعب الأمار فحاول مع أهله أن يبيع جزءا من مراسل وواضح أن أهله يفقدوا الثقة فيه لأنه إذا كان بيكسب عشرين ألف جنيه فهيدين له وهيبيع مراسله فرفضوا فدله شيطانه بعد لعب الأمار إلى ارتكاب جريمة قتل جريمة القتل التي حرم الله قتلها قتلها إلا بالحق وأعد للقاتل عذابا ليس له مثيل في كتاب الله قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما خمس عقوبات لو بصت في القرآن الكريم من أول سورة الناس من أول سورة الفتحة حتى سورة الناس لن تجد عقابا مثل هذا العقاب في كتاب المولى عز وجل فهو ارتكب أشد جريمة حرمها المولى عز وجل والقتل جاء بشعا بشعا فهداه شيطانه بعد قتله إلى تمزيق جسده فقام بالسكين التي قتل بها المجني عليه بشق نصين من الوسط فأصبح الجزء الأسفل الرجلين والحوت والجزء الأعلى البطن والصدر والرأس وبعدين فصل الرأس وبعدين بعد فصله للرأس حط الجزء العلوي في كارتونه وركب اللي حطها في كارتونه وخدها على الموتسيكل اللي بتاعه وخرج من الأوضة اللي قتلوا فيها اللي هي بتاعة الدروس اللي بيعطي فيها الدروس وطلع على المصرف في طرف القرية وفي الجنوب عند كبري خاص بمعدية ومن تحت هذا الكبري معصورة صرف تلقي بالصرف الوارد من الأراضي الزراعية المنزرعة ووضع الجزء العلوي وغطاه بالأشجار ثم حدف الرأس في وسط الماء وعاد إلى موقع ارتكاب الجريمة وأخذ الجزء السفلي وضعه في شكارة من الخيش واخدها برضو على نفس الموتسيكل وطلع عكس اتجاه القاءه للجسد العلوي وذهب على الطريق وألقى به على جسر أرض زراعي ثم عاد وأزال آثار الجريمة باستخدام المياه والخيش والمنديل الورقية ومسح الدم وخلص كله وذهب إلى بيته فلاحظت زوجته أنه على ملابسه آثار دماء فسألته فقال لها حاجة غريبة جدا لكن في حدثة على الطريق وكان فيه مصابين وأنا كنت مساعدهم فيعني جاء أصبني بعض من دماغهم معرفش أفكار جاءت لبنين لهذه الأفكار الشيطانية شكرا شكرا